متعودين في البرنامج نتابع معاكم ونتناول ونتناقش طبعا في الترندات اللي بتكتسح على المنصات وخصوص الأيام هذه طبعا على تيك توك فمن بعد ترند إبر الأوزنبيك اللي ناقشنا فعاليتها عدة مرات في التنحيف وأكيد الكل شاف كمان الضجة اللي صارت بسبب هذه الإبر واستخدامها لأغراض التنحيف واللي وصلت أنه أصلا تصير صول داوت من الأسواق ويعني صعب العثور عليها الترند اليوم ما هو بعيد عن إبر الأوزنبيك من ناحية المضمون وهو تخفيف الوزن لكن مختلف من ناحية ثانية وهو الاسم فبدل الأوزنبيك الترند اسمه أوتزنبيك وبدل ما يكون عقار طبي فنحنا اليوم أمام مشروب بيوصفوه بالسحري وهو عبارة عن يعني شوفان وماء وليمون وغرفة وقادر بيقولوا على أنه ينزل الوزن طبعا هذا بحسب اللي متداولين أو بيشجعوا عليه وأنه بيقولوا كمان أنه بيعمل مفعول مثل مفعول الإبر حسب المستخدمين مشروب الأوزنبيك للتخصيص أو لفقدان البذل هذا التفينت خلطة يقال أنها تنزل 7 كيلو 8 كيلو 10 كيلو 18 كيلو هو بيكون فيه كمية كبيرة من الشوفين وبالتالي كمية كبيرة من الألياف فعلا أنا خصيت معاه 3 كيلو في 5 أيام بس أشعر بحسة أن عيندي طعب إسم أشعر الحديثية أول حاجة تجيبين كوب موية ثم نصف كوب شوفان وحبة ليمونة كاملة كيدمر عليكم خلال الأيام اللي فاتت مشروب الأوزنبيك أو الأوزنبيك اللي ناحف 40 كيلو اللي يكتب اسم أوزنبيك على تيك توك رح يتفاجأ بكمية الفيديوهات المتداولة واللي جايبه ملايين المشاهدات وواضح أنه في ناس كثيرة مصدقة الموضوع وجالسة بتجربه ومثل ما تعودتوا علينا في البرنامج نحن كان لازم نستعرض الترند هذا والناقشه مع ضيف يوضح لنا حقيقته فإحنا معانا من عمان حنين السالم أخصائية التغذية العلاجية أهلا فيك معانا حنين طيب يعني كده نفسي تقولي لي أنه إيه والكلام ده صح وفعلا هذا هو المشروب السحري يعني لهذه الدرجة فأكدي لنا أو نفيلنا شكرا سارة على الاستضافة طبعا مثل هذا المشروب مثل أي ترند قاعد عم بطلع لحتى يستهدف الناس اللي بدها تخسر الوزن طبعا أوت أوزنبك هو الأوت هاي جاي من الشوفان والأوزنبك جاي من عبر التنحيف الهلا متداولة ومعروفة أنه هي بتساعد على خسارة الوزن هلا السؤال أنه هل الشوفان بيساهم بنزول الوزن إذا أنا حطت معه حليب وليمون وإرفة مثل ما هو متداول فعليا الشوفان بكثير من الدراسات بتحكي أنه هي بتساعد في نزول الوزن لأنه هو في بيحتوي على ألياف وبالتالي هذا الألياف اللي لما يكون بالمعدة لفترة طويلة رح يملأ المعدة وبالتالي لما يملأ المعدة رح يساعد على الشعور بالشبع ويقلل من كمية الأكل اللي أنا عم بأخذها في باقي اليوم فدايما الناس اللي بكون عندهم مشكلة بالوزن لو نطلع على أكلهم منشوف أنه هم بأكلوا أغذية غنية جدا بالسعرات الحرارية وحتى نوعية النشويات اللي بأخذوها بتكون نشويات خالية من الألياف يعني مثلا أنا لما أجأ أقارن الشوفان مع الرز منشوف أنه الشوفان هو عالي بالألياف بينما الرز فقير بالألياف بالتالي لأنه فيه ألياف عالية ورح يضل بالمعدة لفترة أطول فأنا بكون استبدلته عن وجبة بتكون غنية بالنشويات الغير صحية ومن هنا هو بساعد في نزول الوزن لكن هل بنزل 20 كيلو بتلاتين يوم أو بشهرين هذا أكيد يعني كلام غير منطقي وعلميا أصلا أي حدا لم يجي يقولك هذا المنتج أو هذا البرودكت رح يساعد على هذا النزول العالي بفترة قصيرة نسبيا بنا نعرف أنه هذا ادعاء ترويجي تصويقي هدفه بس أنه نستهدف هذول الناس ونخليهم يشتروا بعلميا ما بنقدر نحكي أنه إذا أنت عملت هذا المنتج أو حتى عملت هاي الحمية رح تخسر هاي الكمية من الوزن لأنه نزول الوزن بتدخل فيه العديد من العوامل العوامل الجينية اللي قدينا صوات البدن صح قدينا عملت حميات قبل هالمرة أيو صح بس في نفس الوقت اللي بيستخدمه أوزنبك بينزلوا فعلا بينزل وزنهم وبسرعة وفترة قصيرة نعم نعم طبعا هلأ الأوزنبك بختلف عن المشروب الأوزنبك الأوزنبك عليه دراسات وهو بيساهم في نزول الوزن هو أصلا هذا الأوزنبك كان لمريض السكري من النوع الثاني صح لكن هلأ صاروا يشوفوا أنه إلو تأثير بعملية نزول الوزن لأنه أغلب الناس اللي بيكون في عندهم سمنة بيكون في عندهم مشكلة مقاومة الأنسلين آلية عمل هاي الإبرة أنه بيساعد على استقبال خلايا الجسم للسكر وبالتالي كل سكر الدم بدخل داخل الخلية وبالتالي بيساهم بالنزول الوزن أيوة يعني خلاص هداكة عنده آلية الشعور بالجوع والشبع أيوة هو يعني بكأنهم بيحاولوا يقنعون أنه زي ما الأوزنبك يعني بيسد النفس بسبب الأشياء الكثيرة اللي بتصير في الجسم الشوفان بيعمل هذا الشيء طيب يعني اللي بدي أفهمه منك يعني طب إذا ما له فوايد قدي كده أن الواحد ينحف عليه هل له أضرار طيب هذا المشروب ولا يعني ماشي الحال يعني نعم شكرا على السؤال هلأ فيه شغلة بحبوب الشوفان أنه بالعادة هو بيكون ملوث بالقلوتن هو فعليا الشوفان هو خالي من القلوتن ولكن لأنه بيتم أحيانا تصنيعه مع تصنيع الخبز اللي هو أصلا بيحتوي على القلوتن أو حتى بيتم زراعة حبوب الشوفان مع المحاصيل اللي بتكون قردي فيها القمح من المعروف أن القمح فيه مادة القلوتن فقد لا يناسب هذا المشروب إذا أنا مثلا يلا خلني أجربه ما هو هذا مشروب طبيعي ما رح يأثر عليه ممكن ناس في عندهم حساسية من القلوتن أو في ناس عندهم عدم تحمل القلوتن وبالتالي لما أنا أمشي على هذا الترند اللي بتدعي أني أنا لازم أشرب هذا المشروب يوميا وأنا يكون عندي مشكلة ببع القلوتن فبالتالي رح يصير في عندي التحبات بالأمعاء رح يصير في عندي نفخة ورح يصير في عندي مشاكل اللي هي بسببها حساسية تجاه هذا المادة اللي موجودة فيه الشوفان بدلا من الفوائد أو بدلا من نزول الوزن طبعا إحنا كمان بدنا ننوه أنه كمان الشوفان هو مش خالي من السعرات الحرارية دائما في مفهوم عند الناس أنه أي شيء صحي فهو خالي من السعرات أو هو بنزل الوزن هذا لا مش بالضرورة يعني مثلا كل نصف كوب من الشوفان هو تقريبا تحتوي على 80 سعر حرارية فإذا أنا بالغت بالكمية ممكن السوفان يساهم في زيادة الوزن هو الناس بتتعامل معاك كأنه أنا عم باخد كأنه ما فيه سعرات بس خليني أسألك يعني بس سريعا حنين يعني الناس إحنا دول اللي طالعين في كل الفيديوهات هذه اللي في تيك توك وكده وجلسين بيقولوا نحفنا 18 نحفنا 20 كيلو يعني هدول بيكزيبوا علينا طبعا شوفي هو هدفها هدف ترويجي أغلب الأشياء اللي بتطلع على الوسائل التواصل الاجتماعي والسوشال ميديا هدفه ترويجي أو تصويقي لحتى يخلوا الناس يزيد استهلاكه من الشوفان أو لحتى نزيد مبيعات الشوفان تطلع الترند هذا الترند أنا بموله لحتى أخلي الناس تتجه للشوفان وتزيد مبيعاته فهو هدف تصويقي ما مستحيل أنا بشهر أنزل 20 كيلو ولو فينا خسارة 20 كيلو من هذا المشروب هو بيكون نزول غير صحي وما بيكون هو فقط من الدهون فبالتالي طبعا هو مش منطقي وعلميا مستحيل أنا أشرب مشروب ينحفني أو يدوب الدهون طيب يعني كنت ظنه كنت ظنه خاب ظنني يعني الواحد برضو كان عنده يعني أمل شوية يعني يلا طيب إيش نسوي خلاص انتهى الأمل هذا شكرا على هذه الأساس الأساس هي الحمية يعني بس إحنا نعمل إحنا والله حافظة على فكرة والله يا حانين أنا وكل الناس حافظين اللي حد قولي ده الحمية والرياضة والشياد يكون حافظينها بس هي يعني للأسف يعني أنا وأنتو كل ياتنا بدنا نلاقي هذا الحل السحري بس فعليا يعني بدنا إذا بدنا نتيجة نزول الوزن يعني بدنا نعمل هذا الطريق اللي هو نلتزم بحمية ونعمل شوية رياضة ونكتسب عادات صحية دائما الناس أنت مفهوم بالحمية بأنه أنا بدي أحرم حالي لا هي تعديل عادات هاي عادات إذا أنا غيرتها بالنهاية هو مو تغيير مرحلي هو تغيير بشكل عامل إنسان لازم يأخذ نظر على حياته وما أصعبها من نظره لكن شكرا لك كانت معنا من عمان حنين السالم أخصائية التغذية العلاجية شكرا لك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر